بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الرابعة مراتب قراءة القرآن أو نقول أنواع قراءة القرآن فبعضهم يسميها مراتبا وبعضهم يسميها أنواعا ويترتب على هذا الاختلاف أن المراتب ربما يوحي أن بعض أنواع هذه القراءة أفضل من بعض حيث كلمة المراتب تقتضي هذا أما لو قلنا أنواعا فإنها تستوي من ناحية الفضل وهذا ما نرجحه أنواع قراءة القرآن ثلاثة أو أربعة على خلاف بين أهل العلم فبعضهم يعتبرها ثلاثة وبعضهم يعتبرها أربعة ونحن سنشرح هذه الأربعة بالترتيب أولا التحقيق وتعريفه لغة التيقن وتحقق الأمر أيضا صحة وأما اصطلاحا فهو المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه وهذا النوع من أنواع قراءة القرآن غالبا ما يكون في مقام التعليم وتمد فيه المدود أقصى الدرجات حيث أن القارئ إذا أراد تعليم أبنائه قراءة كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يعطيهم الجملة القصيرة ويعطيها غايتها في المد وغايتها في الهدوء النوع الثاني من أنواع قراءة القرآن الترتيل وتعريفه من ناحية اللغة تقول رتل ترتيلا أي أحسن التأليف بين أجزاء الشيء بأن جمع بعضها إلى بعض ورتب بعضها على بعض فعمله هذا يسمى ترتيلا وأما من ناحية الاصطلاح فهو قراءة القرآن بتؤدة مع إعطاء الأحكام حقها وهذه واضحة جدا حيث أن الهدوء والتؤدة لا ينبغي أن يزاد فيها بأحكام المد مثلا أو أحكام الغنة على الحد المطلوب عند علماء القراءات فإن زاد عن ذلك من ناحية المد أو من ناحية الغنة فيعتبر إخلالا بالقراءة ومعلوم أن الغنة عند علماء القراءات حركتان فمن زاد على ذلك فقد خرج عن حدود القراءة الصحيحة ومعلوم أن المدود أكثرها ست حركات فمن زاد على ذلك فقد خرج عن القراءة الصحيحة إذن الترتيل قراءة القرآن بتؤدة وتأنن مع إعطاء الأحكام حقها وعدم الزيادة فيها النوع الثالث من أنواع قراءة القرآن التدوير والتدوير من ناحية اللغة أي جعل الشيء مدورا كما ورد في قواميس اللغة ومعلوم أن مثل هذا التعريف لا علاقة له بقراءة القرآن ولكن التدوير ذكره علماء القراءات في أنواع قراءة القرآن وأما من ناحية الاستلاح فهو قراءة القرآن بين السرعة والتمهل وكل ذلك مع إعطاء الأحكام التجويدية حقها فلا يجوز أن يخل بها لا تقصيرا ولا زيادة ولا حرمانا ولا إكثارا النوع الرابع من أنواع قراءة القرآن الحدر وتعريفه من ناحية اللغة الحط من العلو إلى الأسفل فكل من تدحرج هكذا نقول إنه قد انحذر أو تحدر وأما اصطلاحا فهو الإسراع بقراءة القرآن وكذلك مع إعطاء الأحكام حقها حيث أن الإسراع لا ينبغي أن يخل أيضا بالتقصير بإعطاء المدود حقها ومعلوم أن أقل المدود حركتان فأقل من ذلك يعتبر إخلالا ومعلوم أن الغنة أيضا حركتان ولا ينبغي الإقلال منها بشكل من الأشكال هذه الأنواع الأربعة بعض العلماء أقرها كاملة أربعة وبعضهم اعتبر أنها ثلاثة فألغى التحقيق واعتبر الترتيل والتدوير والحذر وبعضهم ألغى التدوير واعتبر التحقيق والترتيل والحذر هذه الأنواع الأربعة هل بعضها أفضل من بعض أم تستوي في الأجر والثواب بعضهم رجح أنها مراتب وبالتالي ففضل التحقيق والترتيل على التدوير والحذر لأن القارئ عندما يقرأ بالترتيل يكون مستوعبا لما يقرأ أكثر ومتأثرا به أكثر وفاهما له أكثر وبعضهم فضل الحذر على الترتيل والتدوير والتحقيق وذلك بأن الذي يقرأ على طريقة الحذر فإنه يقرأ كمية أكبر في الزمن الذي يقرأ فيه الترتيل أو التدوير أو التحقيق ومعلوم أن القارئ كلما قرأ حرفا كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها وعلى كل حال فنحن نضع القارئ ونقول له الأفضل في حقك أن تقرأ ما ينشرح له صدرك وتتأثر بتلاوته حيث أن بعض القراء يرتاح إلى الترتيل وينشرح صدره به فيعتبر في حقه أحسن من أنواع أخرى من أنواع قراءة القرآن وبعضهم ينشرح صدره للحذر فيعتبر الحذر بحقه أفضل من غيره والحمد لله رب العالمين